مرحبا، الاحتراق برناوت هو الموضوع يلي صار لي أكتر من سنة عم استعدت حتى أحكي عنه ببودكاست ريهمية من الموعيت للحقيقة وبلشت أعترف أنه أنا مصابة بالبرناوت بدأت التجهيز لهالحلقات، الحلقات يلي فيهم بودكاست ريهميات رح يتناول موضوع الاحتراق مو بس كتعريف بالكونسب نفسه شو هو مفهوم الاحتراق لكن كمان كيفينا نحدد تشخيص للإصابة ونتشارك بمقترحات لعلاج البرناوت خلونا بالأول نتعرف أكتر على المصطلح نفسه وشو يعني أن يكون عندي برناوت كلمة برناوت ممكن تترجم بثلاث طرق ففين يقول الأرهق أو الإنهاك أو الاستنزاف هالثلاث كلمات هدول مرتبون أنا هيك بكسلسل تصاعوتي وكلهم بيجوا برأيي كمراحل مع بعد مرحلة وكلمة التعب يعني الدرجة التالية للتعب هي الأرهق وبعده الإنهاك وبعده الاستنزاف لكن أنا شخصياً تفضل كلمة احتراق لأني بحس أنه هي اللي بتحتوي كل هالدرجات يلي قبلها ممكن نتخيلها بطريقة مخيفة صورة البرناوت هي صورة عود كابريت محترق ومتفحم لكن عود الكابريت أصلاً حياته أصيرة ووظيفته أصيرة بس الصورة الأجمل والأوقع هي لما بتخيل شمعة صار لزمان كتير شاعلة ومضوية وعم تنشر نور وعم تحترق لحد ما دابت على الأخير وبطلت فيها تقدم أي شي صارت كتلة شمع فلات على السطح فلو أنت حاسة أن قبتي أخرك ومن كتر الأرهق والإنهاك والاستنزاف صرتي فلات على الأرض فهي هي كلمة برناوت ضع قناع الأكسجين الخاص بك أنت أولاً ثم ساعد الآخرين سواء الأطفال أو كبار السلم كان لازم هالنصيحة أن تكون موجودة بهذا الفيديو عن الاحتراق لأنه هي أهم النصيحة تنطبئ على حياتك وحياتي وحياة الغالبية العظمى من الإناث والبنات والأمهات والسيدات بسبب مسؤولياتنا الكثيرة تجاه الناس يعني معتمدين علينا لحياتهم وسلامتهم ونموهم وأمانهم ومستقبلهم لكن المؤلم بالموضوع أنك مهما كنتي عم تشتغلي وتتعبي والضحي أنت بنفس الوقت حاسة أنك مأسرة حاسة أنك ما عم تعملي كفاية وأنك لازم تعملي أكتر وتكوني أكتر وترجزي أكتر وتعطي أكتر طبعاً نقول الشهيرة أنه كل مشكلة إلى حل معناتها البرناوت الحل تبعه قائمة نصائح جاهزة للعناية بالنفس لعب رياضة واهتمي بصحتك ولائقتك البدنية انتبهي لغذائك يكون متوازن وفيه ألياف ومعادن وفيتامينات شربي مي كفاية وجربي جرين سموذيز مهم كتير المندالة لازم تشرك تب تلوين للكبار وتلوني فيه وما تنسي التأمل واليقظة الذهنية خصصي وقت ميندفولنس يومية أهم شي بكل هالقائمة أنك تحرصي على تدريب الامتنان وعادة الجريتفوليا فأنا ما عمقول أننا راح ننسف هالعادات ونضرب بها عرض الحائط وأنه هالنصائح فاضية وما إلا أي إيمة لا بالعكس أنا بأكد على كل هالنصائح وأنا بعملها وبالتزم فيها لكن المشكلة بهالنصائح وهالعادات أننا لما منعملها لحالة عم يكون مفعولة محدود ومؤقت وبعدها بترجع الأمور الحياتية هي يلي تطغى على طاقتك ومزاجك بتلاقي أهلك صحتهم دهورت والولاد عندهم مشاكل بالمدرسة وزوجك محتاج دعمك بمرحلة صعبة بشغله وزميلتك بالمكتب بترجع تنكش بمشاكل مع المدير وتكرهك بعيشتك فبتغرقي بالخلاط تبع يومك وبتقولي لحالك رح أرجع اعتني بنفسي بس أول ما خلص من هالمشكلة هاي وأنا أكيد رح زود من وقت العادات الفلانية والتزم فيها أكتر بس أول ما تنحل هالقضية هاي يعني تحولت العافية أو الولنس إلى هدف زيادة على قائمة دولس تبعنا صارت جول بحد ذاته نسعى له ونصارع لننجزه فبيقوم بدل ما يساعدنا بيزود علينا البرناوت وهنا بيت القصيد مشكلتنا مع البرناوت مو أننا ما عم نحاول نتعافى من الاحتراق لا بالعكس المشكلة أننا طول الوقت عم نحاول عايشين عمرنا عم نحاول ولأننا لازم نكون كل شي لكل الناس فنحنا مستعدين نجرب أي حد وأي نصيحة أي حمام دافي بنوع فقاعات وبابل ما بعرف شو شكله وش مع أروماثيرابي أي خضار منقوعة أي كريم تدليك أي سفرية حتى وعم تتفسحي وتصيفي خلال الصيف وطول الصيف أنا عم شوف بوستات وصور واسمع عن الناس شي رحوا عليين السخنة شي الغرداء وشرم الشيخ والقونة وسفاقة طبعا نحنا كعيلة ولا تفسحنا ولا رحنا مصيف ولا شي لكن بالنسبة لي سافروا وتفسحوا في الأجازة وفي الصيف أهو ما تفسحتي وأخذتي بريك ليش أول ما رجعتي على البيت وعلى شغلك خبطك البرناوت مثل الشاكوش على راسك ما يكلبش فيك ومتفشي بخلايا جسمك وعقلك ونفسيتك كمان يعني ولا كأنك تفسحتي ولا كأنك أخذتي أسبوع ولا اثنين ولا ثلاثة أجاز شو السر بهالمرض وقافة البرناوت يعني حتى لما تكون العافية والوالبيينج في متناول اليد بالنسبة للناس يلي عندهم وقت وميزانية وحدا بيساعد بتنظيف المنزل ورعاية الأطفال إلى آخره برضو مصابين بقافة البرناوت مثلون مثلنا نحن مع شر الناس يلي لا عنا ميزانية ولا مساعدة هم نعمل كل شي بإيدينا برضو نحنا كمان مصابين بالبرناوت فعلا هالمرض ما بيميز بين غني وفقير حتى وإن نختلف الدرجات للبرناوت بين شخص والتاني ولو اطلعنا على آخر سنتين ونصر رح ننصدم بالأحصائيات يلي المفروض نحن متوقعين تخبرنا أنه الاحتراق خاف مع أسلوب الوركينج فرام هوم وحقبة كورونا لكن للأسف الاحتراق لازال في تصاعد وتزايد منشوف كمان بالأحصائيات نسبة عالية جدا من الناس يعني لي تركت أشغالها وتحديدا ناس بعمر التلاتينات والأربعينات ما عاد فيهم يتحملوا البرناوت واستقالوا من وظاقفهم خلال أزمة كورونا أو بعدها والحقيقة أنه حقبة كورونا مو هي السبب بالبرناوت بس الأزمة خلت موضوع برناوت ظهر على السطح وصار باين بشكل أوضح من قبل لهيك نحن محتاجين نتعرف على بدايات صياغة المصطلح نفسه وشو هي أنواع البرناوت موسيقى